أخبارنا النهاردة ومصدر في اتحاد الكرة قال لنا في رقم عشرة أن مسؤولي اتحاد الكرة لم يستقر له حتى الآن على حكام مباراة الكمة بين الأهل والزمالك المحدد لها الجمعة حسب معلوماتي أن كلاتنبرج خاطب عدد من الاتحادات الأوروبية عشان يحسم موضوع طاقم التحكيم ده في أسرع وقت ممكن وأنا أتصور أن كلاتنبرج بعلاقاته الكبيرة والقواية هيبقى عندنا طاقم تحكيم محترم ستحط في اعتبارك أنه قدكم التحكيم اللي موجودة في أوروبا الأسماء الكبيرة هتلاقيها مجهولة في مباراة لا علاقة بالدوريات الأوروبية الكبرى فإن شاء الله يعني يبقى طاقم التحكيم محترم مصدر كمان في اتحاد الكرة قال لنا أن الاتحاد أخطر نادياي الأهل والزمالك بشروط مباراة السوبر وأكد للناديين على التالي أنه هيبقى فيه وقتين إضافيين يعني فيه تعادل فيه النتيجة وفيه ضربات ترجيح عشان الناس كتيرا كانت سألت في هذا الأمر هل لو السوبر خلص بالتعادل هيبقى فيه ضربات ترجيح على طول؟ لا هيبقى فيه أكسترا تايم هيبقى فيه وقت إضافي خمسة 15 دقيقة 15 دقيقة شوت 3 وشوت 4 وضربات ترجيح دي نقطة بس مهمة إحنا نحن نفرج على المباراة طب هو لو حصل تعادل هيلاقوا ضربات ترجيح على طول ولا شوتين إضافي؟ لا فيه شوتين إضافيين لو فيه تعادل بين الأهل والزمالك فيه السوبر المصري